أهلاً وسهلاً فيكم معنا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست يوميات خبير قهوة من منصة مابت فورورد سألت سؤال في صفحتي في انستغرام وكان عن سعر كوب القهوة وسألت إيش تتوقعوا السعر المنصف في حق كوب القهوة طبعاً هو السؤال ما كان مرة دقيق وأنا عارفة هذا الشيء لأنه هدفي كان هدف آخر من السؤال ما أبغى أعرف سعر الكوب أبغى أستشف شيء آخر وحشرح لكم بعد شوية بس عشان اللي حابب يعرف إيش الإجابات اللي جتني كان متوسط سعر الكوب سواء كان إسبرسو ولا V60 ولا Black أو مقطرة أو يومية 12 ريال في ناس قالوا 5 ريال في ناس قالوا 15 أقصى شيء كان شخص واحد صبعاً 10 ريال الباقي كله كان يتكلم في حدود 7 ريال إلى 10 ريال أوكي حلو إحنا قاعدين نتكلم من وجهة نظرنا كمستهلكين وأكيد في العالم المثالي إحنا نبغى ندفع أقل سعر ممكن لأحلى كوب قهوة خاصة لما يكون هذا السعر إحنا قاعدين أو هذا المبلغ قاعدين بشكل يومي ندفعه عشان نشرف كوب قهوة أكيد نبغى أقل سعر ممكن عشان نبغى نستفيد بس زي ما قلت لكم هذا في العالم المثالي لما نيجي نتكلم في قطاع القهوة والآن هذا الموضوع ساخن جداً قاعدين يتداولوا الخبراء والمتخصصين في هذا المجال عن سعر كوب القهوة والهدف هنا قاعدين نتكلموا لأنه إحنا لما نتكلم من وجهة نظرنا كمستهلكين إحنا نسمينا الطرف الآخر من المعادلة عندنا ناس قاعدة تشتغل في الأرض وتزرع وتحصد وتمر القهوة في محطات المعالجة ومن يد اليد إلين يوصلنا هذا المنتج فإحنا نسينا إيش قاعد يصير وراء الكوب فعشان كذا قلنا هنا في مابت فورورد هتكون عندنا مبادرة أنه إحنا نقدم مجموعة من الحلقات نبدأ معاكم نتعرف فيها ونتقف أنفسنا عن إيش قاعد يصير وراء الكوب عشان نفهم أكثر ليش مثلا سعر الكوب مفروض يكون بهذه القيمة مثلا أو هذيك القيمة إلين نحل هذا الموضوع ونرسى على بر هنتكلم في إيش قاعد يصير خلف الكوب تمام؟ فاليوم أبقى أتكلم عن سلسلة الإمداد وإن شاء الله في الحلقة القادمة نتكلم عن سلسلة القيمة ويهمني نعرف الفرق بينهم لما نيجي نتكلم عن سلسلة الإمداد لأي منتج فهو رحلة هذا المنتج من المزرعة إلى الكوب اللي هو مثلا زي القهوة من موطنه الأصلي إلين يوصل ليد العميل طبعا هو سلسلة الإمداد تتضمن كل أو مجموعة الأنشطة والمراحل اللي مر فيها المنتج أو المادة الخام إلين توصل ليد العميل بس تحديدا في عالم القهوة رحلة القهوة ما هي سهلة من المزرعة إلين توصل للكوب إحنا دائما نقول مزرعة للكوب بس ترى الرحلة جدا طويلة والقهوة تقطع أشوار طويلة جدا ومسافات وتتعرض لمخاطر ومن يد اليد إلين توصل لطاولة الزبون فلما نتكلم عن سلسلة الإمداد إحنا قاعدين نتكلم كمان عن الخدمات اللوجستية بكل بساطة القهوة صح أنه هي فيه ناس قاعدين يزرعوها بس ليش قاعدة أقول لكم أنه هي تنتقل من يد الأكثر من يد فعندنا المزارع بعدها فيه ناس قاعدة تحصد القهوة في محطات المعالجة أحيانا في محطات المعالجة يكون هو نفس المزارع يكون عنده الإمكانيات أحيانا لا يضطر أنه يرسلها لمحطات المعالجة ويتم هناك معالجة القهوة بعيدة عن المزارع بعد كده فيه عندنا الوسطاء وطبعا في كل مرحل من المراحل تنتقل فيها القهوة فيه وسطاء داخلين في هذا الموضوع بعدين عندنا مثلا التعبئة وفي الشحن والموردين البن الأخضر والسماسرة وكل هدول الأشخاص اللي هم داخلين في هذا الموضوع لهم علاقة ومرتبطين بهذه الأنشطة وهم اللاعبين الأساسين في هذه الأنشطة كل هدول الناس أعدادهم ممكن تكون مهولة وهذا معنى أنه أكيد فيه كثير من الظلم اللي قاعد يصير في هذه الرحلة أكيد فيه ناس قاعدة تحاول تستفيد أكثر استفادة وفيه ناس قاعدة تتعرض لكثير مثلا من الاضطهاد وكثير من الظلم زي ما قلت لكم أنه ما قاعد يوصل لها المبلغ المنصف في حقها اللي تجزر تعيش وتعيش حياة كريمة وتوفر لأولادها وآلتها الحياة اللي الكل يتمناها عشان كده ضروري أنه إحنا نفهم إيش يعني سلسلة إمداد وإيش يعني سلسلة قيمة اليوم خلصنا من سلسلة الإمداد وهذه نهاية حلقتنا إن شاء الله الحلقة القادمة هنتكلم عن سلسلة القيمة أتمنى لكم يوم جميل سعيد وقهوة ممتنة اشتركوا في القناة